اشتركوا في القناة على استشهاده الايام التقليدية الثلاثة في الثالث والعشرين وهذه الايام الثلاثة في رواياتنا احتمالات ليلة القبر وايام القبر هل من الصدق هذه المصادفة او ان علي عليه السلام بالنسبة لهذه الامة كان قدر هذه الامة وقدرها هل علي عليه السلام بالنسبة للليالي هذه الامة الحالكة كان نورا يقرر مصيرها ودعاء يقضي حاجتها وعزا يرفع ظلها وعمرا يطول امدها اعتقد ان هذا وهو الصحيح وان هذا وهو الحق فبين علي والقدر ترابط وبين ليلة القبر وعلي ربط لا ينفصل ما هو القبر ايها الاخوة المؤمنون المحتفلون بليلة القبر هل القبر كما يزعمه قدري هذه الامة والقدريون من هذه الامة ان هناك مقررات تتنفذ وان هناك اعمارا وارزاقا تقدر وان هناك سعادة وشقاء تكتب بمعذر عنا في ليلة مجهولة لا نعرفها فاذا نواجه مستقبل ننتظر مصير ما شاركنا بتحديده وفي تعيينه اذا كان هذا معنى ليلة القبر فليس بينه وبين علي اي ارتباط بل شبحنا الله بحاكم زمني يسكرم مشروعا الموازنة فيقر الرزق والعمر والسعادة والشقاء حسب ميوله واهوائه ودون ارتباط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة